بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم نتعلم كيف أتراجع على التغيرات اللي أسويها أنا في الواركينغ ديوركتوري في البداية تعالي تشوف الأمر اللي رح يساعدني اللي هو اسمه get-checkout-name-file وهذا الأمر فقط خاص في ضرحلة الواركينغ ديوركتوري خليني أعطيك مثال عشان تفهم الفكرة أحمد شغال على ملف اسمه نوت هذا الملف أحمد رافعه على الربستوري هتقول لي أكيد إذا رافعه على الربستوري معنى تفي عنده نسخة منه في الواركينغ ديوركتوري لأنه كيف نرفع الربستوري من الوارك للستاج من الستاج للربستوري فأكيد راح يكون نسخة عندي في الواركينغ أولا بحكي لك أحمد بعد يومين إذا اشتغل على ملف النوت وضعف 2000 سطر كم 2000 بعد ما خلص الـ 2000 سطر اكتشف أنه هو شغال على ملف الخطأ كيف أحمد بده يرجع للكود ما قبل التعديل يعني قبل ما يكتب الـ 2000 سطر أقول لك الموضوع جدا سهل باستخدام الـ get checkout name file لكن هذا الأمر ما بيشتغل إلا لما يكون فيه نسخة سابقة في الربستوري يعني لو كان ملف النوت مش موجود في الربستوري كان أحمد ما بيقدر يرجع للكود ما قبل التعديل فكيد رح تسألني هذا السواء طب افلط أحمد رفع الملف على الـ stage area وهن رح أحكي لك أنه الـ get checkout name file مش رح تشتغل لأنه هي فقط خاصة في الـ working directory طب والـ stage في الحالة هاي ما بزبط؟ أقول لك لا بزبط لكن سنكون موضوعنا في الفيديو القادر أنه كيف أتراجع عن التعديلات اللي سويتها داخل الـ stage area دينا هسا مع بعض نطبق الفكرة عشان تفهمها مية في المية نفس المشهور اسمه project بدي أتأكد مني الـ status get status والمفروض أنه يكون أمورنا كلها تمام فمعنات أنا في عندي نسخة لكل ملف في الربستوري بدي أعدل على ملف في النوت خلينا نفتح من هون بشكل سريع بدي أحكي له هاي على فنعمل نـ Ctrl S سيّفت بعد نعمل ايش؟ Exit راح نسويه هسا أعمل get status مرة ثانية فحكيلي أن انت معدل على الملف في الاسمه نوت خلينا نعتبر أني أنا صويت داخل ملف النوت 2000 سطر تعديل كيف ممكن أنا أرجع عنه بسرعة يعني أرجع للتعديل اللي صويته بشكل سريع راح نكتب get check out وكتب هنا اسمي الملف هاي نوت هكيلي في عندك منفين من النوت حطيت طبعا تاب فأعطاني عندك نوت دوت تيكست عندك نوت وال دوت تيكست هنا عدلنا على النوت فبدي أقول له . text هاي enter خليني أفتح النوت مرة ثانية وأشوف شو اكتشفنا هون إنه حذف لي هاي عداء لأنه رجع للنسخة الموجودة في الربستوري خليني أشوف get status خليني ما عملت انت ولا اي تعديل خليني أورج هسا الكيس لما أرفع على على stage area مرة ثانية أروح على النوت وحكي له هاي عداء خليني أسيد هاي get status خليني انت معدي على ملف الاسمه نوت هقول له تمام get add ورفع الملف الاسمه نوت . text خليني انت رافعه هسا في ال stage area وحكي له إنه أنا بدي أتراجع هاي get check out . text خليني هسا أفتح النوت راح أشوفه تراجع ولا لا ما تراجع هاي علا يعني ما تراجع عن التعديل اللي أنا سويته هون بحكي لك إنه get check out فقط بتشتغل في ال book directory إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح نحل مشكلة ال state أتمنى كانت أفكارنا واضحة ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة بيعطيكم والعافية ترجمة نانسي قنقر